والله يا نهواند نتمنى ان شاء الله ان في القريب العاجل يكون فيه استقرار في الاهلي ويكون فيه استقرار في المنتخب بطبيعة الحال قبل ما نقفل الصفحة المتعلقة بيه برضو عايزين نأكد مرة تاني على كل حرفة قال مش بس في حلقة النهاردة عموما في الكام يوم اللي فاتوا كل الاحترام والتأدير للاشخاص احنا بنتكلم على عطل حاصل وبقاله فترة ما هيش جديد يعني مش حاجة جديدة الحقيقة ولكن وصلنا بقى المرحلة يعني ايه سخيفة او من دفع تمن هذا الامر طبعا الموضوع ده كله اتبالور اكتر واكتر بعد خسارة منتخب مصر فيه ودية كوريا الجنوبية اللي فياس بيها طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا منتخب الكوري بيروبعية مقابل هدف وراء كل اللي شفناه علامات استفهام كتيرة بنتكلم فيها بقالنا فترة من اول طريقة اختيار المدير الفني اللي فات والحالي اللي كمان هو بقى يتقال عليه هو كمان اللي فات وكمان اختيار الجهاز الفني اختيار اللاعبين واضح جدا ان فيه عشوائية نتاجتها كل اللي احنا شفناه الفترة اللي فاتت واللي يعني اكدت لنا ان احنا مش بنتفرج على المنتخب مصر لا فيه حاجة مش مصبوطة وبالارقام يعني برضو عشان تجدر الاشارة قاد كابتن ايهاب جلال المدير الفني للمنتخب قاد الفراعنة في تلت مواجهات فاز في لقاء وخسر في اتنين وسجل هدفين وتلقت شباكه ستة اهداف مش منتكلم عن تقييم المدير الفني الواحده احنا منتكلم على منظومة بالكامل فيها مشكلة كبيرة محتاجة تدخل فوري واصلاح سريع باتفق معاك يا كريم يعني هزيمة برضو هنرجع نقوله سريع عشان نقفل هذا الملف يعني اربعة واحد ما كناش متوقعينها قوي يعني كناش متوقعينها قوي يعني يعني في حاجات بتتوقحها وحاجات بتتوقحها قوي وحاجات مش قوي يعني انا حقول حاجة وهاجرينه على الله بصراحة ما لا من حق الناس ان هي تغضب مش بس تزعل ومن حق الناس كلها ان هي تطالب بتغيير شامل يعني للخطة تكلمة المستقبلية بقى للمنتخب وكمان اتحاد الكرة بصراحة مش عايزة حد يزعل مني كلهم زملاء اعزاء وناس بنحترمهم بنقدرهم وناس في غاية الاحترام على المستوى الشخصي ونعرف معظمهم لكن احنا بنتكلم في مستقبل الكرة المصرية يعني لا معلش يعني عام 22 وعشرين لو هتتكلم تحديدنا يا كريم بجد تحول لسلسلة لو انا هستخدم المصطلح ده مضبوط من الكوابيس على كرة القدم المصرية يعني ما نتكلم على خسارة منتخب مصر نهاية امم افريقيا بركالات الترجيح لو انت فكر امام السنغير بعد كده خسرت امام الفريق نفسه تاني بنفس الطريقة في فكرة هنا التأهل بقى لان هي تكسل عالم طب يعني ايه عشان يعني انا مش فاهمة وبعد كده فكرة هنا بقى حقبة زي ما بيتقال كده كارلوس كيروش تنتهي دون اي انجازات يعني انت تجايبه علشان انجازات او انجاز معين راح كل انجاز كان بيروح منه او ثلاث بطولات راحوا اصلا ففي مشكلة لا فيه فيه مشكلة جدا وكمان لما تيجي تتكلم نهاياتا للسقوط امام اثيوبيا وبعدين كوريا الجنوبية لا فيه حاجة غلط يعني فيه حاجة غلط فنتمنى نتمنى بقى ان يتم حل هذه او تدارك هذه الازمة في القريب العاجل علشان انا اعتقد شكلنا حتى بقى وحش يعني انت بتتكلم بقى على الشكل العام الشكل بقى وحش بصراحة عارفة انه واند اكتر حاجة حزينة في كل الكلام اللي بتقال بقى له فترة طويلة من وجهة نظر يعني المتوضعة اكتر حاجة حزينة في الملف ده كله ان الملف ده كله هو المتنفس الوحيد عند اغلب او غالبية الشعب المصري كرة القدم هي الحياة عند ناس كتير اخوانا فيه ناس بتتنفس كرة فيه ناس عايشة في ظروف حياتية ومعيشية ما يعلم بيها الله ربنا ومع هذا المصدر الوحيد اللي عرفت تقفش فيه في حياتها هو الكرة فمش هنيجي بقى عند المنفذ الوحيد او المتنفس الوحيد ده كمان ونسده ونقفله طب يبقى فاضل ايه لناس كتير الكرة هي معشوقة الجماهير في كل العالم ولكن احنا كمصريين بصفة خاصة اللي ليه في الكرة واللي مالوش فيها اللي بيفهم في الكرة واللي مفهمش فيها اللي اتنين بيسعدوا بانجازات منتخب بلدهم بس كتير ترجمة نانسي قنقر